بالنسبة للآن يعني حديث كبير عن الجبهات المجمدة يعني بصراحة أكبر منطقة حوران ودرعة يا مهد الثورة ما الذي حصل؟ ما قراءتكم لهذا الجمود؟ يعني إحنا قلنا من قبل أخي الكريم أنه ندعو إلى إشعال كل الجبهات وقد لا يكون الطمع بتحرير مزيد بقدمه وإشغال هذا النظام المجرم وحلفائه والتخفيف عن الجبهات المشتعلة الآن فعلا والتخفيف عن أهلنا عموما لكن أنا أضيف الآن أخي الكريم وهذا بات واضحا الشعب السوري بكل فصائله الثورية والمقاتلة هو أضعف اللاعبين بالساحة السورية الشعب السوري أضعف اللاعبين أضعف اللاعبين بمعنى أن سوريا أصبحت الآن ساحة صراع على النفوذ بين دول كبرى وحتى إقليمية وتصفية حسابات وربما تصفية حسابات لكن واقع الحال فرض على هذه الفصائل أنه هي مضطرة لاستقبال الدعم من الأصدقاء لكن هذا الدعم يمر عبر بوابات تتحكم فيها يعني في رأس من يتحكمون في هذا الدعم أمريكا نفس نعم من خلال غرف ما يعرف المم والمك يعني في الأردن وفي تركيا واضح أن أمريكا هي التي منعت السلاح النوعي كان يمكن أن تقدم بعض الجهات السلاح النوعية للشعب السوري الذي يدافع عن نفسه أمام هذه الطائرات التي تلقي بهذه الحمام وبكل أنواع السلاح المحرم دوليا وآخرها النظالم ربما نعم فواضح أنه أخي يتحكم بالسلاح وربما لا يسمح إلا بقدر أن يحقق شيء من التوازن الذي يريده هؤلاء اللاعبون الدوليون لفرض الحل الذي يريدونه في النهائي لكن مع ذلك تبقى أو يبقى هوامش من العمل والحرية وربما لو كانت وحدتنا صادقة لا استطعنا أن نفعل الشيء الكثير قد يعذر البعض الذي يقول أنه في تهديدات في ضغوطات في منع للسلاح لكن لا يعني أنه العذر مطلق وأنه هؤلاء يعجزوا عن أن يفعلوا شيء الحقيقة هذا الجمود الحاصل وبالذات يعني في بعض جمهات الجنوب بات مريبا وما عاد يقبل مثل هذا الجمود أمام ما يتعرض له أخوانه من مذابح ومجازر سواء في حلب أو في حمص أو ما حصل في دارية يعني لو لا الجمود في هذه الجمهات كان يمكن أن تسقط أو يعني يضطر أهلنا في دارية لهذا الخروج طبعا هو خروج مشرف إن شاء الله ويعودون إن شاء الله لأدوا دورهم في خدمة هذه الثورة بإذن الله سبحانه وتعالى لكن نقول ما عاد مقبولا هذا السكوت أو هذا الجمود أو هذا الهدوء تحت أي مبرر وعلى الصادقين أن يتعاونوا وأن يتحدوا ويستطيعون أن يفعلوا وأن يفعلوا شيء كثير وفي النهاية يا أخي الكريم أهل الساحة والميدان هم الذين يفرضون القرار إن شاء الله